بعد أن شردتهم من منازلهم لحقتهم بصواريخها إلى مخيمات النزوح في محافظة الحديدة شنت ميليشي الحوثي قصفا صاروخيا ومدفعيا على مخيم بن جابر والذي يضم عشرات الأسر النازحة شمالي مديرية الخوخة ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة قرابة 13 مدني فلينظر الآلة إلى ميليشيات الحوثي وما تأمل من جرائم غد المدنيين والمواطنين الأزل اللي هرب من بيتها إلى المخيمات يرجعون يتابعون حتى المخيمات يضم المخيم مئات الأسر النازحة التي تركت ديارها في مختلف مديريات محافظة الحديدة بسبب المعارك الدائرة في الساحل الغربي القصف الذي شنته الميليشي على مخيم النازحين يأتي ضمن سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية تشنها الميليشي بشكل مستمر على مناطق آهلة بالسكان ومنازل للمدنيين في كل من مديريتي الخوخة والتحيطة وقد تعدى عدد الضحايا المئات ما بين شهيد وجريح استهداف الميليشيا لمخيم النازحين أثار موجة من ردود الأفعال المنددة حيث وصف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الهجوم بالجريمة البشعة داعية للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية المستمرة المركز أيضا دعى منظمات المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه تعدي ميليشي الحوثي على المساعدات الإغاثية والإنسانية ونهبها ويعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي والنازحين من جانبه أدان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح استهداف المخيم مطالبا للمجتمع الدولي بممارسة الضغوطات لوقف هذه الجرائم بشكل فوري واتخاذ مواقف جادة وحازمة لمنع استمرار هذه الأعمال التي وصفها بالإرهابية